بقية أخبارنا أفاد مراسلنا في بغداد نقلا عن وزارة الداخلية العراقية مقتل عشرة مدنيين وإصابة خمسة عشر آخرين بانفجارين نفذهم انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين استهدفاء مجلس عزاء داخل مبنى حسينية في منطقة المعالف جنوب غرب بغداد معنا الآن من بغداد مراسلنا طارق مهر مرحبا بك طارق عفوا هل من تفاصيل إضافية بخصوص هذه العملية اليوم الانفجار الذي تم كان مزدوجا نفذه انتحاريان دخل أولهما بفارق زمني لمن تجاوز الخمس دقائق إلى مبنى حسينية كانت تحتضن مجلس عزاء كان يحتشد بداخله العشرات فجر نفسه على هؤلاء الحاضرين لأنه كان يرتدي حزاما ناسفا وبفارق زمني لم يتعدى خمس دقائق دخل الانتحار الثاني الذي كان يرتدي هو الآخر حزاما ناسفا فجر نفسه على من تبقى وعلى من دخلوا لإغاثة الضحايا من الجرحى ومن من قتلوا بالتالي الحصيلة ما تزال أولية وفقا لمصادر طبية عراقية فإن الحصيلة لحد الآن عشرة قتلة وأكثر من خمسة عشر جريحا لكن الحالات الخطرة بين المصابين سترفع وفقا للمصادر الطبية حصيلة القتلة خلال الساعات القليلة المقبلة نظرا لشدة الانفجارين ولأن الانفجارين حدث داخل مبنى مكتظم بالمدنيين بالتالي قوات الأمن العراقية سارعت لتطويق موقع الحادث وحاولت على عجالة نقل من أصيبوا إلى المشافي القريبة لكن مراقبوا أشياء الأمني اعتبروا هذا الانفجار خرقا أمنيا واضحا رغم أنه حدث للمرة الأولى منذ أكثر من عام كامل من الاستقرار النسبي في ملف الأمن في العاصمة بغداد شكرا جزيلا لك طارق مهي مراسل التلفزيون العربي في بغداد